دي اناي مساء الخير عشية السن الرابعة لانطلاق عصفة الحزم عمل قائد ميليشيا انصار الله عبد الملك الحوثي تقييم للسنوات الثلاثة الماضية لنتائج الحرب لمستقبل الحرب ولكل التفاصيل هو العدوان على مدى ثلاثة اعوام كان كل يوم يمضي من هذا العدوان انما هو اضافة الى تراكمات من الفشل وتراكمات من الفشل وكل يوم يشهد بالفشل انها فشلت يعني عجزا وفشلا وطبعا شخصية قيادية كبرى وزعيم بحجم عبد الملك الحوثي ما بيرمي الكلام رمي ادم مطالعة مفصلة عن الفشل وادم ادل على الفشل السعودي باليمن المناطق التي تمكنوا من احتلالها في بلدنا المحافظات الجنوبية بعض المحافظات الشرقية اجزاء من بعض المناطق سيطرة عسكرية مباشرة على المطارات على الموانع على المقرات المهمة على القواعد العسكرية المهمة على المنشآت الاقتصادية المهمة سيطرة على جزيرة ميون سيطرة على جزيرة سكترة السيطرة السياسية السيطرة العسكرية السيطرة الاقتصادية السيطرة الامنية اوه هيدا يوعد فشل من بعد هيدا كله طلع معك انه عصفت الحزن فشلي طيب لو نجحوا شو كانوا عملوا فعلا سيطرة نفسية وسيكولوجية ومائية وبحرية وجوية وبرية بعدين اصلا شو معايير نجاح والفشل مثلا هل نجح الحوسي اعترضت قوات دفاع الجوي السعودي سبعة صواريخ فاليستية اطلقتها الميليشيات الحوثية من داخل الاراضي اليمنية باتجاه الاراضي السعودية ليك صحيح انه تم التصدي لهيد الصواريخ وتم تفجيره بالاجواء وما صابت ولا هدف ولا مرة بس هيدا نجاح كبير لسماحة السيد القائد مني نصر الله عبد الملك الحوثي نقلة نقلة كبيرة بقدرات ميليشي انصار الله حتى دبابة الابرامز فخر الصناعات الامريكية تحولت الى صيد جذاب للمقاتل اليمني والولاعات الولاعات لهم بالمرصاد المقاتل اليمني سيحرق المزيد والمزيد ان شاء الله بالولاعات من ترسانة ولاعات لترسانة صواريخ وطيرات نقلة هميونية مش قليل بعدين لك مش اي صواريخ بعض هذه الصواريخ يا جماعة عنده مواصفات غير مسبوء بتاريخ صناعة الصواريخ نهائيا خلينا في صاروخ اليوم وبما وصل الينا وكما تشاهد على الشاشة من اخبار ومن صور يعني كيف تصف لنا قدرة هذا الصاروخ هل تم اعتراضه بحيث انه تم تدميره هل عاد الى قواعد بس بالترسانة اليمنية والاعلام المتحالف معه في صاروخ بيطلع ثم يعود الى قواعده ويقال والله اعلم ان احد صواريخ الحوسي عاد الى قواعده سالما ومعه ثلاثمائة اسير صعودي من رتب مختلفة من؟ ما اعلم شو يعني عاد الى قواعده صاروخ بجرندايزر مش صايرة المهم انه بعد ثلاث سنواتنا عصفة الحزم خرج الحوسي بقراءة لأسباب الحرب هذا غاية ما يريدونه السيطرة علينا كشعب يمني والاحتلال لبلدنا لموقعه الجغرافي المتميز المطل على البحر الاحمر والبحر العربي وموقعه في الجزيرة العربية في جنوب الجزيرة العربية ليلي ما بيعرفوا كتير بالجغرافيا اليمن نقل الى موقعه حالي سنة 2015 شحنوا من حد سايبيريا حطوه مطرح ما هو هلأ لما نقل انتبهت السعوديين وفيه كيان جديد حدقله قيمة جغرافية وموقع جغرافي قررت تعمل حرب عليه الحبيب اليمن صار له كذا الف سنة مطرحه هلأ انتبهوا السعوديين للموقع الجغرافي طب لم يعملوا الحرب قبل طبعا اليمن موقع جغرافي مهم ما احدا عم بيقول لا بس اللي هندس كل علاقته باليمن على اساس اهمية الموقع الجغرافي هو حدا تاني غير السعودي الان اليمن كله اصبحت في دمشق وفي طهران وفي الضحية الجنوبية وفي بغداد الان باب المندب اصبح الان الى جانب مضيق خرمز يضيق الخناق على البحر الاحمر نحن سلاطين البحر الابيض المتوسط الجدد وسلاطين البحر الاحمر ايضا سلاطين البحر الاحمر كراب اللي فيت باللعب على اساس جغرافي وجيو سياسي هو الايراني اللي ما شاي في اليمن الا موقع جغرافي هو الايراني اللي عم بحاول يلعب لعبة الجغرافية ايا يكن ثمنها على اليمانيين هو الايراني مع ذلك الحوسي مع ايران ليه يعني البعض يرغب لنفسه ان يكون وزيرا ولو كان في مستوى جندي وليس في مستوى وزير في صف العدوان ما عنده قيمة لا لحرية ولا الاستقلال ولا لكرامة ولا لشيء انها الكرامة والعزة والعنفوان الذي يدافع عنه الحوسي لكن لا يقبل ان يكون وزير برطبة جندي عند السعوديين في لعبة كرامة في باينما الايراني يا جماعة احترم الحوسي و ادر الحوسي ايما تقدير مثلا شن ساله فیش كي بابر میکرد تنگه باب المندب دوبومين تنگه استراتيجيك جهان دست شیعيان بيفته مثلا متصبر بود برای شما شیعيان وجبی یمنی اینها مثلا با یه دون خنجر به خودشون بسن و یه دون لونج شیعيان کارتون خواب من اسمشون میزرم مثلا مثل لبناني ها همشین چیزم نیستن نه تمکن آنچنانی دارن نه خوشقد غباره و با اوروپایی هم مثلا هرگل بزنن شیعيان کارتون خواب در تنگه باب المندب چه پیروزی بزرگیه اقضام عند ایران نعم اقضام عند الحرس السهوره نعم انه شركاء بحل سياسی عاقل موجودین فيه كل الناس تحت مسمه المباتل خارجیه لا لا بسی بسحب الخنجر البهجوم عليک وكزا اینه الشرف وال هون بصیر فيه معنويات اليمن وشخصیت اليمن وسمعت اليمن بس اقضام عند الایرانی معلیه تصريح متلفز شركاء مع اليمانیین الاخرین اهانه واقضام عند اليمن عزی عند ایران عزی بس لا اكید فيه اسبابتانی تخلي الحوسی بفضل يكون قزم عند ایران ومش شريك سياسی مع یمانیین اخرین اعتبارات كثيرة دفعت بهم الى هذا العدوان حساباتهم تجاه شعبنا الذي يرون فيه شعبا حرا وشعبا مرتبطا بقضايا امته الكبرى لا يزال يتطلع من الاعلى نحو فلسطین ليقول لشعب فلسطین يا شعب فلسطین انا الى جانبك اه فلسطین فلسطین النظام الخليجي نظام عمیل ما بيقدر الحوسی يتحالف مع نظام عمیل لان فلسطین هي الاولویه فلسطین هي البوصله فلسطین هي القبلة والدليل امبارح اعترضت قوات دفاع الجوي السعودي سبع تصواريخ باليستية اطلقتها الميليشيات الحوثية من داخل الاراضي اليمنية باتجاه الاراضي السعودية وافاد بيان لقيادة التحالف ان ثلاثة تصواريخ باليستية كانت باتجاه مدينة الرياض وصاروخا باتجاه مدينة خميس مشيط واخر باتجاه مدينة نجران فيما تم اعتراض صاروخين باتجاه مدينة جازان الحكي لفلسطین الصواريخ عن الرياض المقاومة الحوثية البطلة ازا طريق القدس تمر بالغوطة الشرقية وبحلب وبحمص وبباب عمر وبين ما كان اكيد بيلطأ خريطة فيها انه طريق القدس تمر من مطار الملك خالد بود لك حبيبي الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة